بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة فيديو النهاردة هيكون متابعة لأعمال ترميم وتطوير ورفع كفاءة شارع تراثي من أهم شوارع العاصمة الثانية مدينة الإسكندرية وهو شارع النبي دانيال هنتابع مع بعض المراحل الخاصة بأعمال التطوير ونتابع ونشوف الشارع وصل التطوير بتاعه لحد فين تقريبا يعني زي ما وصلنا أن تم الانتهاء من معظم أعمال التطوير بنسبة تتعدى السبعين في المية وإن شاء الله سيتم الانتهاء قريبا من أعمال التطوير للشارع الشارع من أهم وأقدم الشوارع التراثية في مدينة الإسكندرية وللأسف كان بيشوبوا جزء كبير من العشوائية في الفترة الأخيرة نتابع مع بعض الفيديو ونشوف أعمال التطوير وصلت لحد فين نتابع مع بعض بعد الانتهاء من 70% من إجمال أعمال الترميم والتطوير والانتهاء من الممشى السياحي وبدء تأسيس محلات لبيع الكتب بطريقة منظمة مع الاحتفاظ بالهوية البصرية للشارع وترميم 15 مبنى تراثي وتوحيد لون الدهنات الخاصة بالمباني يذكر شارع النبي دانيال بطول 750 متر باعتباره من أقدم وأهم شوارع المحافظة وتأتي أعمال التطوير بتكلفة تقدر ب 103 مليون جنيه والمرحلة الأولى تضمنت أعمال التطوير بداية من شارع الشهداء مع ميدان محطة مصر حتى شارع فؤاد بطول 300 متر مع إعادة ترميم ودهان الواجهات الخاصة ب16 عمارة مع مراعاة المباني التراثية مع عمل أنظمة إضاءة للواجهات كما سيتم عمل نموذج موحد لكافة المحال الموجودة بالشارع مع مراعاة توحيد اللافتات الإعلانية للمحال طبقا للتنسيق الحضاري مع استخدام خط الإسكندرية بالإضافة إلى دهان وعمل وجهات جي أرسي لأسوار سيتم أيضا إعادة تأهيل ودهان المنطقة الأثرية الصهريج فضلا عن إعادة تأهيل ودهان مسجد سيدة عبد الرازق وبوابة مسجد النبي دانيال مع مراعاة إقامة سوء للكتب بما يتناسب مع الهوية البصرية للمكان وتغيير الأرصفة وتشطيبات الأرضيات ليتحول الشارع إلى ممشى تراثي مع مراعاة الإضاءات الجانبية للشارع بأعمدة إضاءة ديكورية وإضاءة على العمائر لإبراز الزخارف المعمرية القديمة أيضا رفع كفاءة البنية التحتية للشارع بجميع المرافق إضافة وأضافة المحافظ أن هناك تكامل بين تطوير شارع النبي دانيال وبين أعمال التطوير التي تمت في مدان محطة مصر وأيضا منطقة المتحف الروماني ذلك لأعادة إحياء المناطق والشوارع والميادين التراثية والتاريخية ووضعها على خريطة السياحة العالمية يأتي إعادة تأهيل شارع النبي دانيال برصد لأهم المباني المسجلة بقائمة حصر المباني ذات التراز المعمار المميز بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال مع إعادة النسق الحضاري للشارع وتنظيم نشاط بيع الكتب من خلال مجموعة من الأماكن بباكيات محددة ذات تصميم يتماشى مع الطابع التراثي للشارع بشكل عام يجري عمل نموذج موحد لكافة المحال الموجودة بالشارع مع مراعاة توحيد اللافتات الإعلانية للمحال طبقا للتنسيق الحضاري شكرا